قام أهالي الأحساء يوم أمسن الاثنين بتشييع شهداء التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجد الإمام الرضا عليه السلام الواقعي في حي المحاسن بمحافظة الأحساء شرق الجزيرة المحمدية وشارك الآلاف من مختلف مناطق الجزيرة المحمدية في تشييع الشهداء الأربعة الذين سقطوا غدرا على يد أبناء عائشة الحميراء حينما كانوا يؤدون الصلاة يوم الجمعة الماضي هذا وقد أعننت الحكومة السعودية عن هوية الإرهابي الذي ألقي القبض عليه من قبل حماة الصلاة وبعض المصلين قبل أن يتم تسليمه إلى أفراد الشرطة وقالت بأن الإرهابية مصري يدعى طلح هشام محمد عبدو بينما الإرهابي الآخر الذي فجر نفسه فهو سعودي الجنسية ويدعى عبد الرحمن التوجري وكان عدد من الأشخاص الذين شهدوا الحادثة الإرهابية يوم الجمعة الماضي قد أوضحوا حينها أن إرهابيا قام بتفجير نفسه بالقرب من باب المسجد فيما استطاع إرهابي آخر بعد ذلك الدخول بسلاح الرشاش وبدأ بإطلاق عدة أعيرة نارية على المصلين بشكل عشوائي وتمكن بعدها عدد من المصلين ومن حماة الصلاة من الإمساك به وتجريده من سلاحه ومن حزام ناسف كان يرتديه قبل قيامهم بتسليمه لأفراد الشرطة السعودية ونقلا عن بعض المصادر الرسمية فإن هذا الهجوم الإرهابي كان قد أسفر عن استشهاد أربعة أشخاص وإصابة ثمانية عشر آخرين أصدرت المحكمة السعودية الجزائية المتخصصة حكما ابتدائيا يقضي بسجن مواطن شيعي لمدة ثلاث سنوات ونصف وذلك بعد إدانته بتأييد ما يسمى بحزب الله في لبنان وبحسب هذه المحكمة فإن ذلك كان بعد أن علمت بمحاربته لما يسمى بإسرائيل وحيازته لعالم الحزب الموالي لإيران ولشعارات مناهضة للنظام السعودي كما وزعمت أنه قام بالاعتداء على شخصين بالضرب وأنه يتعاطى مادة الأم في تأمين المحظورة وقررت المحكمة سجن الموقوف لمدة ثلاث سنوات ونصف وجلده خمسين جلدة دفعة واحدة لقاء تعاطيه الحبوب المحظورة كما وتم منعه من السفر خارج الجزيرة المحمدية مدة مماثلة بعد انتهاء فترة العقوبة وإطلاف الشعارات المضبوطة بحوزة المدعى عليه